موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي المتابعين قبل البدء في حلقتنا لهذا اليوم عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير عليكم وعلى سائر الأمة الإسلامية في جميع بقاء العالم وأن يجعل الله تعالى صيامكم لشهر رمضان في صالح أعمالكم وتعبداته بإذنه تعالى المهم موضوع حلقتنا لهذا اليوم بالمختصر المفيد هو الفلفل الحلو ومدى أهميته وفوائده لطيورنا وطرق تقديمه بشكل صحيح فعلى بركة الله فالفلفل أعزائي الكرام عنصر مهم في المنظومة الغدائية لطيورنا وذلك لاحتوائه على مكونات غدائية مهمة سواء تعلق الأمر بالفيتامينات مثل فيطامين A وفيطامين B1 وفيطامين B2 وفيطامين B3 وفيطامين B6 وفيطامين C بالإضافة إلى الأملاح المادنية كالكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنج والحديد وغيرها الكثير بالإضافة إلى الماء والكربوهيدرات والبروتينات ونسب عالية من مادة البطاكاروتين حيث تفيد كثيرا الطيور ذات لو الأحمر كالحسون والمزيك وغيرها ثم ننتقل للحديث عن فوائده ودوع استعماله وهي شتى حيث نذكر منها أنه مفيد لتكوين العظام بشكل سليم ومقوي مناعي قوي لاحتوائه على نسب عالية من فيطامين C كما أنه يحارب تكوين سرطانة والأورام ويمنع تجلط الدم والتقليل من نسبة الكوليسترول به زائد أنه يساعد في عملية الهدم ويمنع إصابة طيورنا من عدة أمراض لاحتوائه على مضادات أكسادة قوية بالإضافة إلى أنه يحفز الطيور على التزوج ويقوي نشاطها ومقوي للنظر ومضاد للتشحيم والإمساك كما أنه مقوي لصوت الطيور خاصة منها المغردة بالإضافة إلى أنه بمثابة مطهر لأمعاء ومعدة الطيور وغيرها الكثير من الفوائد وحتى لا أطيل عليكم سوف أسرك لكم رابط حلقة مفصلة عن فوائد الفلفل الحلو تجدونها أسفل في صندوق الوصف ثم نمر للحديث عن طرق تقديمه لطيورنا الجميلة والتي هي سهلة ومتنوعة حيث يمكن تقديمه على شكله الطبيعي وذلك بعد غسله جيدا بالماء وإزالة بذوره ثم نعلقه في القفص وبعد مرور من أربع إلى خمس ساعات نقوم بإزالته تفاديا لتعفونه وبالتالي قد يدر بطيورنا خاصة في فصل الصيف كما يمكن أيضا بشره وتقديمه إما لوحده أو مع الخلطات كالخضر والفواكه أو الباطي أو مع البيض المسلوق المبشور وكل هذه الطرق يستعمل فيها الفلفل الحلو من مرة إلى مرة في الأسبوع إلى عشرة أيام وذلك تفاديا لإصابة طيورنا بالإسهال أي لا إفراط ولا تفريط وبهذا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم فعلى أمل لقائي بكم قريبا أتمنى أن تعجبكم الحلقة كما لا تبخلوا علينا بالشراكاتكم في القناة والضغط بقطرة على زر الإعجاب لأن ذلك يشجعنا لتقديم المزيد مع ضرورة تفعيل جرس تنبيهات حاتص لكم كل جديدنا إذا كنت من عشاق قناة عالم الرياض لطيور الزينة وإلى اللقاء وشكرا ترجمة نانسي قنقر